يعني هذه الحكومة مرح تشهد إخراج القوات التحالف أمنا المشكلة اللي صارت وقلنا أن قوى الإطار القوى السياسي والعمق الشيعي فهموا هاي القضية؟ واضح واضح اليوم عدنا تهدئة الأخوة مشكورين في كتاب حزب الله تحملوا اعتداء تحملوا اعتداء وتحملوا عدوان ولاحقا تحملوا النجباء اعتداء وعدوان لكن اليوم عدنا حكمة وعدنا هدوء عدنا مو بس سوداني مو بس سوداني قد يكون السوداني وقد يكون الإطار وقد يكون المرجعية قاءاني وقد يكون قاءاني احنا الحكومة الحكومة وضحت أنه هذه التداعيات على مستوى الأمن على مستوى الاقتصاد على مستوى العلاقات الخارجية كنا نعرف كل الزين باتشر أي انسحاب أمريكي بدون جدول زمني واتفاق سياسي معقول يرضي الطرفين باتشر تنسحب كل الممثليات الأوروبية وتلحقها كل المبثلات العالمية يعني ببساطة أمريكا لازمتنا من إيدان توتجانا من مليون بالمئة أمريكي منو قلت أمريكا شركة تطوعية إنسانية تسقط أنظمة لمصلحة شعوب وقضايا سياسية أمريكا من جتعة هدف في المنطقة ترجمة نانسي قنقر